تحت شعار فضاءات شباب رؤية تمكينية تتوصل لليوم الثاني والأخير بالمركز الدولي للمؤتمرة عبداللطيف فارحال أشغال الملتقى الوطني للشباب لبحث سبول الكفيلة بترقية أدائها وتدعيم إسهاماتها ضمن الجهد الوطني وبالمناسبة تنظم ورشات تتنول أولويات الاستراتيجية الوطنية للشباب وأثاق تكوين إطارات من هذه الفئة وإثراء المنظومة القانونية للقطاع إلى جانب دور القطاع الاقتصادي في مرافقة مشاريع الشباب